السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض الشوكولاتة البيضة عملنا مبارح الفيديو بتاع الشوكولاتة الدرك اللي بالحليب النهاردة بقى هنعمل الشوكولاتة البيضة وهنعملها متماسكة وجميلة جدا زي ما انتو شايفين كده بمكونين اتنين بس بطريقة سهلة خالص في نصف ساعة بكون جاهزة سعرات الحرارية قليلة جدا مناسبة للضايت العادي وكمان مناسبة لمرضى السكري طريقة تحضيرها بسيطة يلا بينا نشوف طريقة العمل الطريقة معانا بسيطة جدا مكونين اتنين اساسيين اول مكون اساسي معانا هو زيت جوز الهند وده اللي هيمسك لنا القوان بتاع الشوكولاتة ويخليها صلبة متماسكة زي ما شفنا كده في اول الفيديو هنجيب طبق دلوقتي وقلني دايما بحط زيت جوز الهند في التلاجة فبيكون متماسك معايا كده هاخد منه بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار كده مليانين وبعد كده هحطه في المايكرويف علشان يسح معانا بالشكل ده بيكون معانا خلاص كده جاهز ده المكون الاول المكون التاني معانا بقى هو اللبن البوضر او الحليب البوضر هناخد منه بمعيار المعلقة الكبيرة اللي هي المعلقة القياسية او معلقة الطعام يعني المتاح عندكم هناخد منه بمعيار المعلقة الكبيرة القياسية اربع معالق مليانين بالشكل ده كده تكون معلقة مليانة ممسوحة كده مش معلقة هرمية بالنسبة للناس اللي هي عايزة تستعمل حليب جوز الهند المجفف ممكن تستعملوه بالتالي كده الوصفة تكون مناسبة لكيتو دايت لكن انا استعملت اللبن البودرة اللي هو المتاحة لأي حد بعد كده هنحط للتحلية كسين من سكر استيفيا وهيكون كمية السكر دي كفاية قوي يعني طعم هيبقى مسكر وحلو وبالنسبة للضيت العادي لو عايزين تحطوا عسل مفيش اي مشكلة حطوا عسل ودوقوا كده لغاية لما توصلوا للطعم اللي انتو عايزين بعد كده هنحط زيت جوز الهند اللي احنا سيحناه في المايكرويف او تطلعوه قبلها بشوية كده بيسيح معاكو خالص يعني طلعو من التلاجة لو انتو حطنوه في التلاجة قبلها بشوية يسيح معاكو خالص كده اهم حاجة يكون معنا القوام كده حطيت بقى دلوقتي كمية كده من زيت جوز الهند وقلبت وحطي بقى الكمية هي بالنظر كده الكمية دي مناسبة يعني بنحط من زيت جوز الهند السيح اللي بالقوام ده كده ونقلب لغاية لما يكون معنا القوام زي ما هنشوف دلوقتي يكون معنا القوام كده هو كده مناسب اه خلاص كده بيكون جاهز معنا يعني انا استعملت حوالي مهلقتين او 3 قبار من زيت جوز الهند وسيحتهم وبعد كده حطتهم على الحليب البودر وبقى جاهز معنا دلوقتي بقى يلا بينا نعمل الشوكولاتة ممكن تخلوا الشوكولاتة البيضة سادة او تحطوا فيها مقصرات انا بصراحة بحب قوي اللوز مع الشوكولاتة سواء شوكولاتة دارك او شوكولاتة بيضة فحطيت بقى دلوقتي كمية كده من اللوز المجروش والكمية دي كمية نسبية المتاحة عندكم حطوه ممكن تحطوا لوز تحطوا فصدق تحطوا بندق زي ما انتوا عايزين الطعم اللي بتحبوه وده اختياري ممكن تخلوها سادة حطيت كمية كده من اللوز المجروش وقلبتهم مع بعض بالشكل ده وهبدأ بقى دلوقتي اعبي بقى الاوالب انا هستعمل اوالب على شكل قلب هي دي المتاحة عندي ممكن تستعمله اي حاجة انتوا عايزينها وكمان انا بحب الاوالب دي لان هي الاحجام بتاعتها صغيرة فبتدينا كمية كتير كده او كبيرة من الشوكولاتة بس اهم حاجة لما نيجي نستعمل الاوالب السيليكون لازم نحطها تحت صنية او غطة او اي حاجة متاحة تكون ثابتة كده عشان لما نيجي نشيلها ندخلها في الفريزر مثل الاشكال ما تخشش في بعضها يعني تكون ثابت معنا زي ما انا عاملة كده نجيب صنية او الطبق ونحط عليه الاوالب السيليكون وبعد كده نبدأ ان احنا نحط الخليط بتاع الشوكولاتة خلاص كده انا حطيت اول كمية معانا اللي هو في شكل قلب وهنمسك بقى دلوقتي القالب كده ونخبطه على الرخامة علشان نتأكد ان الخليط توزع معانا كويس وهجيب بقى دلوقتي الشكل التاني كده انا عندي هنا شكل على شكل دوائر وسبدته برضو كده بطبق او بصنية تحت وبعد كده هبدأ احط الخليط لغاية لما اخلص الكمية كلها دلوقتي بعد ما خلصت ان انا احط الخليط بتاع الشوكولاتة كده في الاوالب خلاص كده بيكون جاهز معانا ان احنا نحطه في الفريزر بس لازم نعمل خطوة مهمة جدا ان احنا نمسك القالب كده ونخبطه على الرخامة علشان الخليط يتوزع معانا كويس هناخد بقى دلوقتي القالب ده ونحطه في الفريزر نص ساعة بس مش اكتر من كده نص ساعة وبيكون متماسك معانا زي ما انتوا شايفين كده ده شكله بعد ما حطيته في الفريزر نص ساعة هجيب بقى دلوقتي الورق اللي هو بتحط فيه الشوكولاتة بس انا حبيت بقى استعمل المرادي ورق ملون لان الشوكولاتة بيضى فحط معاها ورق لونه بينك او طبعا قدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها هنبدأ بقى دلوقتي انطلع كده الشوكولاتة من الاوالب شايفين ماشاء الله متماسكة جدا يعني في الشتاء طبعا في الصيف لازم تلحط في التلاجة في الشتاء لو احنا حطناها برا التلاجة مفيش اي مشكلة مش هتسيح لكن في الصيف تحطها في التلاجة جميلة جدا وحلوة وطعمها بجد حلوة قوي قوي ان شاء الله الوصفة هتعجبكم دلوقتي انا طلعت الاوالب كده اللي على شكل دايرة وطلعت بقى دلوقتي الاوالب اللي على شكل قلبه هقدمها بقى بطريقة بسيطة كده شايفين ماشاء الله متماسكة جدا ومياش بتسيح وطعمها ان شاء الله هيعجبكم هكمل بقى دلوقتي بقى الكمية كده ويلا بينا نشوف الشوكولاتة شكلها عامل معنا ازاي وقد ايه هي متماسكة وكمان اقول لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده شايفين ماشاء الله شكلها جميل جدا ازاي بجد شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي هنكسرها كده علشان تشوفوا قد ايه هي متماسكة وكمان الحشوة معنا كده حشوة اللوز مع الشوكولاتة طعمها رهيب سواء الشوكولاتة البيضة او الشوكولاتة الداركلة بالحليب بجد طعمها حلو قوي قوي وده شكلها معانا كده من جوه شايفين ماشاء الله شكلها حلو جدا بالحشوة بتاعت اللوز كده وبيدي طعم لذيذ قوي دلوقتي بقى هاسبكوا كده تتفرجوا على الفيديو وقال لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا السعرات الحرارية للكمية كلها لو عملتوها زي ما انا عملتها كده بالزبط بس طبعا من غير الحشوة بتاعت اللوز لان اكيد في ناس هتعملها سادة السعرات الحرارية للكمية كلها ربعمية وعشر سعر حراري بس الكمية كلها ربعمية وعشر سعر حراري عملنا خمسة وعشر قطعة من الشوكولاتة هتكون القطعة الوحدة سعراتها ستاشر سعر حراري تقريبا ستاشر سعر حراري للقطعة الوحدة الكمية كلها ربعمية وعشر سعر حراري وكمان كمية القرب وقليلة جدا نص جرام قرب يعني القطعة الواحدة من الشوكولاتة 16 صعر حراري ونص جرام قرب ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية